موسيقى ففيش جزئية صغيرة في سفر الرؤية هتشوفها إلا وهتلاقي إعلان معين عن شخص المسيح من العرش يخرج بروق ورعود وأصوات من العرش يخرج بروق ورعود وأصوات مرة من مرات كان الرب يسوع بيصلي وده كان حصلت في جسيماني ليلة إلامه فعمل يصلي للآب يقول أيها الآب مجد اسمك فبيقول القديس يحنى في يحنى 12 في عدد 28 لـ 29 لما قال الرب يسوع أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدته وأمجد أيضا وبعدين بيعلق القديس يحنى بيقول الجميع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعت وآخرون قالوا قد كلمه ملك يعني هنا الصوت اللي عايزة وصله لك أن الصوت الرعت والبروق والأصوات الخارجة من العرش اللي اسمحها القديس يحنى ما كانش مجرد حاجة ليها ضغيق أو حاجة قوية ولكن دي حاجة مفهومة صوت مفهوم وصوت ليه معنى فلما حصل هذا الصوت من السماء ليلي الجسماني حجم شابه كده في ليلي الجسماني فالناس قالوا رعت قالوا دي بترعت مع إن ما فيه صحاب وناس قالوا دي ملك بيتكلم ولكن مين اللي سمع الصوت ومين اللي فهم الصوت كان ربنا يسوع المسيح أنه هو اللي عارف صوت الآب السماوي ففهم أن ده صوت الآب السماوي وكان فعلا هو صوت الآب بيقول له مجدته وأمجد أيضا فحلول الله على الجبل كان مصاحبه البروك والرعود والأصوات كانت بتعبر عن حلوله وعن حضوره وكانت تحمل صوته كانت تحمل صوته كان ربنا بيعلن وبيتكلم مع موسى يعني أنا عايزك تتخيل لما كان ربنا بيقول الوصاية لموسى النبي العشرة أنا الرب إلهك لا يكون لك آلهة أخرى أمامي أوها تتخيل أبدا أنه ده زي ما أبونا بيقولها دلوقتي صوت واحد بيقول له أنا الرب إلهك لا يكون لك آلهة أخرى أمامي ما كانتش زي ما أنا بقولها كده ولكن دي كانت بتتقال كصوت رعد ومصحوبه ببروك ومصحوبه بأصوات سماوية عجيبة جدا أنه هو ده صوت ربنا وعزم الصوت ربنا وكان طبعا مصاحب لهذا الكتابة بالأحرف النارية على لوحي الشريعة فبيقول من العرش يخرج بروق ورعود وأصوات طب يا ترى البروك والرعود والأصوات دي بتقول إيه طبعا ما احنا قلنا ان دي ليها علاقة بصوت ربنا وليها معنى يا ترى بتقول إيه وصف الرؤية هنا ما قالش هي بتقول إيه وحتى لما تكلمت الرعود السبع بعد كده في رؤية عشرة قال له اختم على الكلام اللي تكلمت به الرعود السبع ما تقولش هي قالت إيه ولكن احنا نقدر نفهم من الموضوع ككل هي دي قالت إيه نقدر نفهم من الكتاب المقدس هي قالت إيه الرعود والأصوات دي يعني صوت ربنا قال إيه ربنا كان بيعلن بيقول إيه طبعا كون ان ربنا بيكلم في وقت ظهور قوس قزح حوالين العرش زي ما قال في عدد ثلاثة قوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد يبقى إذن هنا ربنا بيعلن عن عهد جديد عن ميصاق جديد عن عهد جديد وعن ميصاق جديد ربنا على جبل سينة نزل واتكلم مع موسى وكان ده هو العهد القديم ولكن المراد مش على رأس جبل سينة أن ربنا ينزل لكن المراد بيعلن عن عهده وهو على العرش الإلهي في السماء في العرش الإلهي في سماء السماوات بيعلن عن بداية عهد جديد بين الله والبشر وهذا العهد الجديد هو لآج زبيحة ربنا يسوع المسيح لأنك بعد كده في صحاق خمسة على طول هتلاقي إن الحمل القائم وكأنه مذبوح بيظهر عن يمين الجالس على العرش فما أقدرش ألاقي ليها معنى هذه الأصوات البروك والرعود والأصوات الخارجة من العرش إلا أنها إعلان عن عهد الله مع البشرية العهد الجديد اللي معاك ربنا بيعلن أنه قطع معاك عهد في شخص ربنا يسوع المسيح اللي شرح الحكاية دي بقوة وبوضوح خالص معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 12 وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة وأنت هتلاحظوها بعد كده في الدراسة أن رسايل بولس الرسول بتشرح بطريقة عجيبة جدا سفر رؤية رسايل بولس الرسول بتشرح سفر رؤية تعالي نروح لأبرانيين 12 في عدد 18 بيقول إيه معلمنا بولس الرسول بيقول لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة طبعا هنا هو بيشير لأنه جبل إلى جبل سينة لما نزل ربنا على جبل سينة عشان يقطع العهد مع موسى ويدديره لوحي العهد فبيقول معلمنا بولس الرسول بيقول للمرة دي وإحنا في العهد الجديد أنتم لم تأتوا إلى جبل ملموس يعني جبل مادة مضطرب بالنار وإلى ضباب وإلى ظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة لأنهم لم يحتملوا ما أمر به هم لما سمعوا الصوت وشافوا النار على الجبل قالوا له بس يا موسى إحنا نبعد من ناش دعوة وإنت كلم مع ربنا ما يدروش يحتملوا كده لأنهم لم يحتملوا ما أمر به ما أمر به موسى وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم يعني كان فيه تعليمات أنه قبل ما ربنا ينزل على الجبل الناس تتقدس ويبقى ليه حدود للناس محدش يقرب ولو جد بهيمة الرابط من الجبل ترمى ترجم أو ترمى بسهم حاجة مخيفة جدا وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد ولكن شوف بقى العز اللي إحنا فيه بصليب ربنا يسوع المسيح وبدم ربنا يسوع المسيح في عدد اتنين وعشرين يقول بل قد أتيتم إلى جبل صهيون فالجبل الأولاني اللي سماه جبل ملموس اللي هو جبل إيه سينة لكن الجبل الثاني بيكلم عنه جبل صهيون إيه جبل صهيون ده بيقول قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي ورشاليم السماوية يبقى برضو زي ما تعودنا إن احنا نفهم الكلام القطعات التلاتة دون نفس المعنى قد أتيتم إلى جبل صهيون إيه هو جبل صهيون إلى مدينة الله الحي إيه هي مدينة الله الحي ورشاليم السماوية يبقى موسى وشعب إسرائيل في العهد القديم خافي قربه من جبل سينة ولكن احنا من خلال شخص ربنا يسوع المسيح وبالزبيحة ربنا يسوع المسيح بصليب ربنا يسوع المسيح بموت ربنا يسوع المسيح بدم ربنا يسوع المسيح احنا مش بس قربنا من جبل سينة ده احنا قربنا من جبل صهيون من مدينة الله الحي من أرشاليم السماوية وده منظر العرش السماوي اللي شافوا يحنا بل قد أتيتم إلى جبل صهيون إلى مدينة الله الحي أرشاليم السماوية وإلى ربوات خمحف الملائكة طبعا لما تشوف باقي الصورة بتاعة العرش السماوي هتلاقي إلى 24 أسيس وتلاقي الأربعة المخلوقات الحية وتلاقي ملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات إلى ربوات خمحف الملائكة وكنيسة أبقار مكتوبين في السماوات برضو في العرش الأبقار يعني القديسين هتلاقي مجموعات كتيرة جدا من المنتصرين أمام العرش وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وصية العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هبيل شوفوا المجد اللي احنا فيه شوفوا المجد اللي صار لنا بموت الرب يسوع وبصليبه وبدمه إن احنا بقنا لنا دخول إلى العرش السماوي دخول إلى العرش السماوي إلى الله إلى الله ديان الجميع وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هبيل يعني إيه إلى دم رش يتكلم أفضل من هبيل يعني كل المجد ده كل المجد ده سببه الدم المرشوش دم ربنا يسوع المسيح علينا وعلى قلوبنا وعلى ضمائرنا وعلى حياتنا وهذا الدم يصرخ ويتكلم أفضل من هبيل وهذا الدم هو اللي فتح أعماقنا الداخلية عشان نقدر نسمع صوت الله الآب السماوي ونسمع أصوات البروك والرعود والأصوات الخارجة من العرش فبيقول في سفر الرؤية ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات وبعدين يقول حاجة تانية يقول وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله أمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله موضوع السبعة أرواح اللي أمام العرش تقال فيه كلام كتير أقول لكم ملخص الكلام اللي أتقال وأقول لكم إيه اللي بيقوله كتاب المقدس في هذا الموضوع بعض الناس قال إن السبعة مصابيح دي هي السبعة كنايس اللي اتذكرت في رؤية اثنين وثلاثة وخاصة الناس اللي بيؤمنوا بحكاية الاختطاف قبل مدة الضيقة العظمة أو الناس اللي بيسموهم أصحاب مدرسة التفسير المستقبلي لكن الحقيقة منقدرش نقول إن السبعة مصابيح دي هي سبعة كنايس لأنه برضو قدام العرش هنلاقي هنلاقي مجموعات الواقفين على جبل صهيون وهنلاقي مجموعات الواقفين على البحر الزجاجي وهنلاقي المية واربعة واربعين ألف وهنلاقي جموع وحشود من جميع الشعوب والسنة فإذا كان ده كله وقف قدام العرش يبقى إيه معنى السبع مصابيح أقول السبع كنايس يعني هما الناس دول كلهم كل هذه المجموعات لا تنتمي إلى كنيسة من السبعة عشان دي تبقى كنايس السبعة لوحديها طبعا هذا التفسير ملهوز سند ناس تانية وهتلاقوا هذا التفسير برضو يمكن في بعض الكتب المكتوبة باللغة العربية قالوا أن السبع مصابيح نار هي سبعة أرواح الله يعني روح الله بصفاته السبعة روح الله بصفاته السبعة واعتمدوا في هذا على آية أشعية 11-2 لما بيقول يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفا روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب وما تيجي تعدهم يقول لك روح الرب واحد روح الحكمة اتنين الفا ثلاثة المشورة أربعة القوة خمسة المعرفة ستة مخافة الرب سبعة فلما لقى الآية بتاعة أشعية فيها سبعة صفات لروح ربنا قال يبقى المصابيح السبعة هي روح الله ممثلة بالصفات السبعة طبعا هذا الشرح برضو فيه اعتراض عليه لان انا مقدرش امثل روح الله منفصل عن الله لان الله روح لكن ممكن اشوف صورة لروح الله وهو خارج من الله لان الروح ينبسك من الله والداخ اللي بيكلم عنه البحر الزجاجي بعد كده فاصبح برضو هذا التفسير ما هواش تفسير قوي اما ليه حكيت السبع ارواح دي السبع ارواح ذكروا في صفر الرؤية نفسه اكتر من مرة فهنا فهنا ذكرت في رؤية اربعة خمسة قال سبعة ارواح الله وذكرت في رؤية واحد اربعة لما كان القديس وحنب يرسل السلام للكنيسة السبعة قال من السبعة الارواح التي امام عرشه وفي الرسالة لملاك كنيسة سردس بيصف الرب يسوع نفسه انه الذي له سبعة ارواح الله في رؤية ثلاثة واحد الرب يسوع نفسه بيقول عن نفسه الذي له سبعة ارواح الله يعني انا سبعة ارواح بتاع ربنا دول بتوع لكن التفسير السهر واللي فعلا ماشي بتوافق مع سيخ الرؤية ومع الكتاب المقدس ومع عقيدتنا ارثوذكسية ان السبعة الارواح هما سبعة ملائكة او سبعة رؤساء ملائكة واقفين امام الله انك انت هتلاقيهم في رؤية تمانية ثلاثة في رؤية تمانية ثلاثة يقول رأيت السبعة الملائكة الذين يقفون امام الله وقد اعطوا سبعة ابواق رأيت السبعة الملائكة الذين يقفون امام الله وقد اعطوا سبعة ابواق يبقى في سبعة رؤساء ملائكة وسبعة ملائكة وفين قدام ربنا وهذا التفسير منطقي لان احنا اذا كنا نشوف الجالس على العرش ونشوف حوالين العرش 24 أسيس ونشوف أربع مخلوقات حية نتكلم عنهم بعدين ونشوف ملايكة عددهم ربوات ربوات فهتسأل نفسك تفين رؤساء الملايكة مش بينين لي في العرش مش هفهمش ليه القديس يوحن في العرش حوالين العرش هيقول لك سيف الرؤية كانوا سبعة والسبعة حسب التقليد والسوذكسي لو ميخايل وغبريال وفائيل سوريال وسورتيال وانانيال فالسبعة دول هم السبعة الواقفين أمام العرش وذكروا أيضا في سفر طبية في سفر طبية في إسخاح 12 عدد 15 يقول الواقفين أمام الرب واحد منهم زهر لطبية صغير اللي هو روفائيل فإذن أسلم تفسير وأقرب تفسير لأمر هؤلاء السبعة هو أنهم سبع رؤساء ملائكة لهم أعمال خاصة محددة وهتشوف عمل هؤلاء السبعة خلال سفر رؤية وكل واحد هيعمل إيه وطبعا أنتم عارفين وما تنسوش واحد منهم كان مخصوص بالبشارة اللي هو مين جبراييل نزل يبشر زكريا بولادة يوحن المعمدان ويبشر العدرة بولادة رب ناسو عن مسيح واحد منهم كان مسؤول عن إعلان القيامة اللي هو مين رئيس الملائكة مخايل فدول سبع رؤساء ليهم أعمال خاصة تبليه يظهروا على أنهم مصابيح نار أنه هو بيقول كده إيه بيقول أمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله لأنهم أرواح وهذه هي طبعتهم زي ما قال مزمور مية أربعة عدد أربعة الصانع ملائكة أرواحا وخدامه نارا ملتهبة بارتو زي ما علمتكم في الشعر القطعة بتاعت الشعر بتفسر القطعة اللي بعديها وقطعة اللي بعديها بتفسر اللي قبليها هيقول الصانع ملائكة أرواحا وقطعة تانية خدامه نارا ملتهبة يبقى الملائكة الأرواح هم مين هم الخدام اللي ملتهبين نارا هم الخدام الملتهبين نارا فهنا اللي شاف القديس يوحنا انه هو شاف سبع رؤساء الملائكة واقفين أمام العرش طبعا الصورة هتكتمل بعد كده في صحاح خمسة ان الحمل هيظهر ويبتدي الحمل ياخد السفر عن يمين الجالس على العرش وتبتدي بقى أحداث الرؤية تمر علينا حدث ورا حدث ورا حدث واللاقي هولاء السبعة يقوموا بأعمال عظيمة جدا ومن العرش يخرج بروقا ورعود وأصوات وأمام العرش سبعة مصابيح نار متخدة هي سبعة أرواح الله عدد ستة وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور لو رحت كده في رؤية خمستاشر اتنين يقول ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار والغالبين على الوحش وصورته وصورته وعلى سمته وعدد اسمه وقفين على البحر الزجاجي معهم قصرات الله فعدد ثلاثة هم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قالين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء لو انت قوي الملاحظة ما بين رؤية اربعة ستة ورؤية خمستاشر اتنين هتلاقي فيه فرق في الترجمة في رؤية اربعة ستة يقول قدام العرش بحر زجاج شبل بلور بحر زجاج شبل بلور لكن في خمستاشر اتنين يقول رأيته كبحر من زجاج مختلط بنار كشبه شبه بحر من زجاج مختلط بنار الحقيقة في الأصل اليوناني لهذه الآية فرؤية اربعة ستة ورؤية اتنين خمستاشر اتنين الأصل اليوناني واحد انه كبحر زجاج شبل بلور موسيقى موسيقى موسيقى